السلام عليكم من كم يوم فيه متابعة جميلة طلبت مني اعمل لها بيتزا بطريقة المطاعم تكون بطريقة سهلة ونفس الشكل والطاعم بتاعة الجهزة علشان فيه ناس كتير بتشتكي ان العجينة بعد ما بتستوي بتبقى نشفة والجبنة كده بتنشف ومش بتسيح مهوم كويس فالنهاردة هقول لكم ازاي نعمل بيتزا بعجينة طرية وجبنة كده بتمد وسايحة وكمان باربع حشوات مختلفة وطريقة عمل سوس البيتزا علشان نبقى عملناها كده من الالف للياء وحقول لكم ايه هي الاخطاء اللي بنقع فيها فبتبوزها بس قبل ما نبدأ في الوصفة لو اول مرة تشوفوني انا ايمي الشاهي ما تنسوش اشتركوا في قناتي وتفعلوا زرار الجرس وتعملوا لايك وشير الفيديو ده لو حبتوه ويلا بينا نبدأ على طول اول حاجة حبدأ بيها العجينة الكميل اللي هعملها النهاردة ده تعمل لي اربع بيزات كبيرة هحتاج كيلو دقيق و3 مالك كبيرة من السكر ومالقتين كبار من الخميرة ومالقتين صغيرين من الملح ونص كبية زيت وربع كبية خل ما تستغربوش من اضافة الخل للعجينة ده يعتبر بمثابة محسن خبز بس طبيعي وهتنبهرق الدقيق لما تشوفوا العجينة طرية وانتو بتعجنوها وكمان بعد ما تستيوي وتقريبا 3 كبية ماية دافية هجيف السكر والمالح والخميرة على المية الدافية وهقلبهم مع بعض لغاية اما يضوبوا كويس وبعدين احطهم في حاجة غويتة كده وهزود عليهم الخل والزيت وهقلبهم وبعدين هزود عليهم الدقيق انا بزود هنا الدقيق بالتدريق علشان يبقى سهل علي ان عجنه في الاول اه وكمان علشان اقدر ازبط الكمية بتاعته او بتاعت المية لان مش كل نوع ديق بياخد نفس كمية المية طبعا زي ما احنا عارفين في الاول بخلطهم مع بعض بالمعلقة وبعد ما الدقيق بيشرب كمية المية كلها بزود دقيق تاني بالتدريق وفي الخطوة دي انا بعجن بي ايدي وانا بزود الدقيق وبفضل اعجن فيها لمدة 10 دقيق تقريبا العجن الكويس اساس ان العجنة تطلع طريقة وبتبقى مليانة هوا من جوه وخفيفة بعد ما عجنتها وتلمت كويس هنلاقي بتلزق بسيط قوي كده مش كتير هنغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي لغاية ما ترتفع اسناء ما العجنة بتخمر هنحضر سوس البيتزا السريع وده من اسرع السوسات اللي انا بحب اعملها للبيتزا لانه طعمه حلو جدا وسريع قوي هحتاج نص كيلو من الطماطم متقطعة وبوصل متوسطها متقطعة وتلت فسوس توم كبيرة بتكون متقطعة شرايح كده هاخدهم كلهم وحطهم في حلة من غير ما زود عليهم اي مية خالص وهسيبهم على نار عالية شوية لغاية ما الطماطم تنزل ميتها وتقل كده شوية وبعدين بهدي عليها النار لغاية ما توصل للشكل ده وبعدين باخدهم وبحطهم في الخلاط وبزود عليهم معالاة صغيرة من الحاجات دي ملح وفلفل اسود وبصل بودرة وبابريكا وزعتر مجفف وبضربهم كويس قوي مع بعض وكده بقى جاهز عندي اسرع السوس بيبزا في الحياة هنسيبه على جنب كده يبرد ونحضر بقى الوصفة اول حشوة هعملها بالفراخ عندي نص سدر فرخة متقطعة مقعبات صغيرة وبصلة صغيرة هفرمها بس حبيت اوريكم حجمها صغيرة قد ايه علشان مش محتاجة بصل كتير هسخن حالة هحط فيها معالاة كبيرة من السمنة واول ما تدوب هنزل عليها بالفراخ وهسيبها على نور متوسطة لغاية اما تتشوح كده واللونة يتغير شوية وتبتدي تدخل في السوا وبعدين بزود عليها البصلة المفرومة ورشة كده من كل حاجات ديه ملح وفلفل اسود وبابريكا وزعتر مجفف رشة كده بسيطة قوي مش محتاجة كتير وبقلبهم مع بعض وبس كده اول حشوة بقت جاهزة معايا تاني حشوة هعملها بالجنبري بحط في حالة سخنة معالاة كبيرة من السمنة واول ما تدوب بحط فيها الجنبري يكون متقشر ومتنظف كويس من الخط الرملي بتاعه والكمية لحسب ما تحبه ممكن ربع كيلو او اقل على حسب منتو عايزينها مليان او لا بشوحوا على نارة عالية علشان مش عايزين نزل المياه لمدة ديئة واحدة وبس لغاية بس ما لونه يتغير وبعدين هزود عليهم فصين توم مفرومين وبقلبهم مع بعض وعليهم رشة ملح صغيرة وربع معالاة صغيرة من الفلفل الاسود والبابريكا ومعالاة كبيرة كده من الشبط المفروغ وبقلبهم ديئة كمان على نار عالية لو سبنا اكتر من كده على النور حينشف لانه هيكمل سوا في الفرن وفي نفس الوقت ماينفعش اندخاله الفرن وهو ناي علشان ما ينزلش مياه ويبوزلي العجينة وقال دي العجينة بعد ما خمرت وملت الطبق كده شكلها جميل وهي منفوخة ما شاء الله حلم معالاة بعضها وحزود عليها شوية ديئة صغيرين لانها بتلزق شوية وحاجنها تاني لغاية تعمل تتلم بحاجنها تقريبا 10 دقيق كمان عشان كوامها يبقى احسن وانا بفردها وبعدين حقسم الأربع أجزاء علشان اعمل أربع بيتزة لو عايزين بيتزة حجمها أصغر من كده ممكن تقسموه لأحجم أقل وباخد كل قطع وبكورها بالشكل ده وبرش رشد ديئة كده تحتيها وبرصهم عليها وبعدين جبت الصناية بتاعت البيتزة وده هنتهى بمسحة بسيطة قوي من الزيت وحفرد عليها العجينة بفردها كده من النص وبطلع العجينة كده لبرا وبخلي الأطراف بتاعتها عالية شوية زي اللي بتحبوها بتاعت المطاعم اللي مش حبي بالأطراف بتاعتها تبقى عالية يفردها كلها زي بعضها بعد ما فردتها أحط عليها معلقتين كبار من صوص الفيتزة اللي عملناه بس بعد ما برد طبعا كويس وحفردها عليهم كويس وبعدين هخرم العجينة بالشوكة علشان ما تتنفخش معي في الفرن وبعدين هحط عليها جبنة متزرلة وبعد كده بحط عليها حشوة الفراخ وبوزها على الوش كويس وبعدين بزود شوية جبنة تانين صغيرين بينقطع الفراخ كده وشوية فلفل الألوان بقى متقطعين حدات صغيرة وآخر حاجة شوية زتون نيجي بقى للحشوة التانية فردت العجينة في الصينية وزودت الصلصة والجبنة زي ما عملت في الأولى وبعدين بوزع الجنباري على الوش في الشكل ده وبرضو ما بين كل واحدة جنباري والتانية بزود شوية جبنة صغيرين علشان لما تسيح تبقى متدخلة كده مع الجنباري أنا محطتش الجبنة من فوق والحشوة تبقى من تحت علشان بحب بشكل الحشوة تبقى باينة بعد ما بتستوي بتبقى شكلها أحلى وفي الآخر بروش شوية شبط كده على الوش نيجي بقى للحشوة التالتة بس المراضي حفرد العجينة على ورقة زبتة علشان ما عنديش صواني تانية بيت زي يعني وما بحبش أعملها في صواني الكيك حفرد العجينة كده بنفس الطريقة اللي فردتها في الصينية ومش محتاجة أنا الشابة هي طرية جدا بتتفرد معي بمنتهى السهولة وزودت الصلصة والجبنة وهزود على صدق أو سجق سويته في شوية مية صغيرين لغاية ما شرب المية كويس وقطعته حتة صغيرة حوزها على الوش كده مع شوية زتون وفلفل ألوان ورشيت عليهم رشة صغيرة أو من الملح ولفلفل الأسود والبابريكا علشان السهول دقة بس ما كانش فيه طوابل كتير قوي آخر حشوة عملت كل الخطوات دي ايه الصلصة والجبنة وزودت عليهم فلفل ألوان وزتون والمرة دي عملتها بالمشروع عملت مشروع معلب كده وازدعته بالطريقة ديت وشوية جبنة تانين صغيرين وبعدين نقلت البيتزا على صد كبير كده جنب بعض طريقة التسوية بقى دي مهمة جدا علشان ما تنشفش الأول بساخن الفرن على أعلى درجة حرارة عندي وليكن مثلاً 300 درجة لمدة 10 دقيق وطبعاً التسخين ده بيكون قبل ما ببدأ فرد العجينة وأضافة الحشوات وبعدين بحط الصواني على الأول رفة من تحت مش في الأرضية لأ في أول رفة على الشبكة من تحت وبسيبها لمدة 5 دقيق وبعدين برجع أهدي الحرارة على 200 درجة وبعدين بنقل الصونية للرف اللي في النص وبسيبها 20 دقيقة تاني لغاية ما تستوي ومش بتحتاج إن هي تشتغل عليها أي شوية خالص لإن الجبنة بتسيح كويس ومن غير ما تنشف كده تقريباً أنا قلت لكم على كل الأخطاء اللي ممكن تبوز البيتزا لو عملنا كل الخطوات اللي قلت لكم عليها زي بالضبط من أول العجينة لغاية التسوية هتطلع معاكم أحلى بيتزا والحشوات باحوطوا لإنتوا تحبوه كان طعمام حلو أوي الأربع حشوات أحلى من بعض العجينة طرية جداً فوق ما تتخيلوا ولما تقطع الأطراف بتاعتها هتلاقوه منفوخة كده شوية كأنها فيها هوا من جوه وطرية مش نشفة زي اللي بتطلع وإضافة الخلي للعجينة والعجن الكتير اللي بيخليها عاملة كده ونوع الجبنة كمان بيفرق جداً أنا استخدمته نوعين من الجبنة نوعه كان حلو جداً وبيمت تأوي ونوع تاني كان أول مرة أستخدمه وده ما عجبنيش خالص ما كانش بيمت دي البيتزا اللي عملتها بالجبنة اللي مش بتمت كانت طرية وطعماها حلو جداً بس الجبنة مش بتمت ودي البيتزا اللي بالجبنة اللي بتمت مفيش فرق ما بينهم في الطعم كلهم طعمهم حلو بس الفرق في مطة الجبنة كمان مطتها في الأكل كانت باينة أكتر من كده بس للأسف ما كنتش عارفة أمسكها كويس لإنه أنا بقطعها ما كنتش مركزة والسكنة نزلت على صبعي وتعورت فما كنتش عايزة أبينه يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم مستفدتم منه جربوا طريقتي وأنا متأكدة إن شاء الله هتطلع معيكم أحلى بيتزا اعملوها بالطريقة زيت وأنا بعملها من زمان وطعمها حكاية ما تنسوش اشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا زراري القرس وتعملوا لايك ويشيري للفيديو ده لو حبتوه واشوفكم إن شاء الله على خير الفيديو الجاي وبي باي